موسيقى في إطار محاربة الجريمة في الوسط الحضري تمكنت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران ممثلة في فرقة البحث والتدخل وكذا عناصر الشرطة للأمن الحضري التاسع عشر في عمليتين متفرقتين من تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية فبعد استفاء كافة الإجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية ندم حكمة العثمانية واستصدار إذني بالتفتيش والتوقيف أصفرت العملية عن توقيف عشرة أشخاص تترواع عمارهم ما بين 21 و45 سنة من بينهم مسبوقين قضائيا كما تأتى عن هذه العمليات الإجرامية حز كمية من المخدرات الصلبة قدرت بـ 61 غرام من مادة الكوكايين مبلغ مالي من العائدات الإجرامية يفوق الـ 256 مليون سنتيم كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 3800 قرص مهلويس من نوع إكسازي أربع مركبات ودراجة نارية كانت تستخدمها أفراد هاتين الشبكتين في نقل وتوزيع هذه السموم كمية من المعدن الأصفر الحلي و11 هاتف النقال